اشتركوا في القناة مع طبيعة الحال هذه الازمة هي نتيجة هذا النظام المهترق طبعا مثل ما بتحب تسميه خليني بلش تلقائيا بواقع النظام بواقع الحكومة في لبنان اليوم قرأنا في الصحف انه حتى مصطفى اديب يلي اعيد طرح اسمه بالساعات الماضية ابلغ المعنيين وعلى رأس الوزيرة زين عكر رفضه لتولي هذه المسئولية من جديد تماما يعني اساسا مصطفى اديب دغري فورا حسما للقصة بعد شهر من المشاورات والتكليف حسما وقال لا افضل كون سفير بالمانيا وبرواتب عالي وعمل صفقات للمرفق لغير المرفق يعني شفنا نذكر اسمه بهذه العروضات الالمانية وغيرها المشكلة باللبنان يمكن كمان بتشبه ما بدنا نتهجم عليه لقلو شخصيا السفير مصطفى اديب ولكن بتشبه شخصيا ان دايما الخيار اللبناني السياسي اللبناني او المواطن اللبناني دايما بيكون بخيارات تجارية وعروض افضل مع الدول الغربية فيوكلون بمهمات من هذه الدول وبتلاقيهم بلبوا او ما بلبوا الموضوع اكتر ما هي انه من سيكلف لانه بموضوع الاعتذار هنا هل حسم الاعتذار يعني كمانا ما يقال انه في مصادر مطلعة تشيري لانه هناك مجموعة عالمية مقربة من رئيس تيار الوطن الحر تروش لفكرة الاعتذار في وقت سعد الحريري حتى هذه اللحظة ليس بالوارد وهو سيبدأ بجولة عربية بمصر مطلعة الاسبوع تماما هي هذه الجولات العربية اساسا يعني مش هي اللي عم تمنع اعتذاره لسعد الحريري يمكن هيدا الكلام اللي كمان نشر بالجرايد انه كمان مصر رح بتبلغوا انه اعتذر او ما فيه امكانية لحتى انت تشكل حكومة او ما فيه موافقة لا سعودية ولا امريكية ولا فرنسية يبدو ما فيه دفع لانه اذا كان بده يتلقى الخبر بموضوع التكليف او التشكيل يعني بهذا الاطار هو كان غايب وعمل جولات عربية ولا مرة يعني عمل جولات بلبنان قد ما عمل بجولات عربية كان بمجرد ما حصل اللقاء الوزاري بين الولايات المتحدة وفرنسا والعربية السعودية في ايطاليا كان يفترضي نعكس عليه يعني كان بتروح السفيرة الامريكية تحكي معه بدل ما تروح تحكي مع السفير السعودي واللي انحكى انه صار الكلام بالتفاصيل اكتر بين السعودي والسفيرة السعودي السعودي الى لبنان من الباب العريض من بعد انكفاء الفترة يعني ما بعتقد انه انكفاء السعوديين من لبنان بس كانوا غير راضين غير راضين غير راضين لا يعني انه تركوا الساحة نهائيا بس ما تراجعوا مؤقتا تراجع تكتيك اعتمدوا هذا مش تراجع يعني هذا اللي عملوه انه انه عدم رضاهن او عدم موافقتن او عدم اعطاءن الموافقة على تكليف الرئيس الحريري هذا لا يعني انه هن متراجعين عن اللي ساير بالبلد ولذلك منشوف في حضور دائم للسفير السعودي باكتر من محطة ان كان بزيارات للجيش اللبناني او بلقاءات دبلوماسية مع دول اخرى او بالخيمة اللي انفتحت وبالتالي لا السعودية وتحديدا بالطوفان اللي عملو الرئيس سعد الحريري حول السعودية هذا بيأكد لك انه هذا التأخير تسع شهور لحد اليوم وهو مصر على موافقة او مباركة السعودية لتشكيلة الحكومة او لتشكيل الحكومة هذا بيعني انه سعودية لم تترك لبنان اذا موافقة على اللي عم بيحصل او مشاركة بشكل فعلي بلبنان لا ما هنه عندها ورقة بيدها من سنوات وهنه عم يقولوا انه ما عادت فقط رئاسة الحكومة هي الورقة اللي بييدهم ولو انه من سنتين هنه اجبروا رئيس الحكومة على الاستقال من الرياض فبالتالي ما تخلوا ولا مرة عن رئاسة الحكومة وهذا اللي منشوفه ببيانات برأيك عملوا اعادة تموضع بمكان معين بعد قراءة متأمية من زمان يعني انت ما تنسى يعني بفترة من الفترات كانت دعوات للحاج بتجي في كوتا معينة للقوات اللبنانية يعني هنه وزعوا وزعوا كمان الولاءات لقلوم باكثر من مكان في لبنان وذلك مفتحين على اكثر من طرف يعني من القوات اللبنانية للحزب التقدم الاشتراكي يعني اكتر من جهة يعني في علاقة مع السعودية علما انه علاقة المملكة جميلة مع الجميع باستثناء فقط حزب الله وهو المشكلة بالنسبة للمملكة العربية السعودية يعني خلينا نحددها للقصة اكتر هذا الكلام اللي حكى فيه هل مبارح يعني هل بكتير نحكي مع الجميع اصدقاءنا للجميع مع عدى حزب الله الارهابي والجميع هنه اصدقاء للولايات المتحدة وهنه متماشيين مع سياساته وموافقين على سياساته من حاكم المصرف لأي جهة مختلفة في لبنان هنه مش عاملين بلوك ولا مع أي جهة ولذلك الساحة مفتوحة لقلون عند الجميع ما عدا الارهابيين اللي بيسموهن ارهابيين يعني بذلك حزب الله حزب الله ما في حدا تاني حتى علاقة مع تيار الوطني الحر يقال انه في محاولات لاعادة ربط من قطع في عهد ترامب تماما يعني من قطعت مع الكلب وهي كان يعني اللي حصل مع تيار الوطني الحر هو عقوبات على الوزير بثير على رئيس تيار بسبب ونحكى اكتر من مرة وهو حتى قاله انه كان يدفع الثمن بموضوع علاقته مع حزب الله او المقاوم وما وقفه بهذا الاتجاه فلذلك انا رجعت بدي ارجع اقول انه السعودية مش هي اللي انسحبت وهلأ تعوده الى لبنان لانه شفنا البخاري باكتر من مرة يعني حتى بتغريدات ووقت اللي استدعاء او دعاه رئيس الجمهورية وبعد لقاءه مع رئيس الجمهورية كيف تعاطى مع هذا مع هذا الامر يعني شفناها بتغريدات يعني كيف بيتعاطى بالشأن اللبناني وحتى بموضوع الحصار الاقتصادي ومنع استيراد المنتجات اللبنانية والمقاطعة التي حصلت بس هنا في سبب يعني هنا في سبب ما فينا ننكر لهذا السبب في تعريض الامن الاجتماعي وامن المملكة العربية السعودية عن طريق الشحنية اليوم في معالج للموضوع تباعا في تعاون لبناني السعودية من اجل منع تكرار السيناريو وينجح هنا محمد فهمي في هذه العملية ينجح او لا ينجح هذا موضوع تاني ومنك بوفى انه بينجح انه في عنده نجاح وتقرب اكثر من السعودية في عنده تقرب من المملكة العربية السعودية او هيدا الخطوط المختلفة اللي يفاتحينها بلبنان لان كمان ما ننسى بالزيارات السابقة لوزراء الخارجية الوزير الخارجية الامريكي كيف اول دخوله على لبنان راح على وزارة الداخلية فهي بتعنيهم وزارة الداخلية وانا اعني بذلك الولايات المتحدة يعني السعودية هي ما عندها سياسة سيادي بهذا الامر ولكن نرجع لموضوع هيدا الامن الاجتماعي وتهديد الامن الاجتماعي للسعودية طب ما احنا يعني بلبنان ما ننسى انه كان فيه امير للكابتاجون ونلقط على المطار وفيه ممولين لموضوع ممولين اكيد من السعودية لموضوع الكابتاجون وغيره حتى لما بيروحوا اذا كانوا عم يروحوا من لبنان لانه لبنان يبدو ممر كانوا عم يجوا من سوريا سوريا بس عولي جت ذيول هذا الموضوع وصار فيه محاكمة قضائية لامير الكابتاجون يعني مش بهذا المساق لا لا صار فيه صفقة كيف بس ببداية المطاف اخذ الملف مسار قضائي معين ما ما اخذ مسار بالقضائي كيف وان المحاكمة اللي صارت لامير الكابتاجون وترحل لامير الكابتاجون والسلامته السعودية لا نحكى بالصحف وبالاعلام نحكى عن صفقة بهذا الخصوص ولكن انا اللي عم بحكي فيه انك انت وقت اللي عم تحكي انه تلاعب بالامن الاجتماعي للسعودي بموضوع المخدرات هذا شأن السعودية بتقدر تضبط هذا الموضوع على الجماري متل ما كمشت المخدرات اللي جي عن طريق شاركة لبنانية او عن طريق شاحن لبناني كمان ما في عندها من الامارات وعندها من تركيا انت لا تتلاعب بالامن الاجتماعي وقت اللي بتطبق وبتخنق الحصار على كل لبنان بهذا الموضوع يعني انه انت عملت كل دول الخليج عملت مقاطع على البضائع اللبنانية او الخضار والفواكن عالما انه رجع صار فيه تسهيلات من بعض اتصالات على اكثر من مستوى رفيع لم ينتهي الحصار لم ينتهي الحصار ولكن هناك تسهيلات بدأت تتجلى اكثر واكثر منذ فترة نتأمل لقم انه ينتهي الملف هيدا نأمل انه ينتهي الملف والكل بقلك ينتهي الملف وقت اللي بيصير في تشكيل للحكومة وما بيصير تشكيل للحكومة ولا بمساعدة دولية او مخطط دولي او برنامج مساعدات دولية الا بالالتزام هؤلاء يعني هاي نفسه هاي الطبق السياسي او السياسيين اللي بينشروهم لالنهار وبيفتحوهم بموضوع الفساد بدون هني نفسهم يلتزموا بالاصلاحات اللي مقدمة من صندوق النقد الدولي او الاصلاحات وكان واضح ديفيد هاي هيدا تصريح ديفيد هاي اللي عم يحكي فيها فانت بعدك عم تحكي مع نفس السياسيين نفس الفئات السياسية نفس الطغم السياسية وهي اللي بدأت تصلح الامر بلبنان حسب برنامج من الخارج ما في مساعدات من الخارج ولكن الخارج يشصرت وهيدا الفخ اللي منوقع فيه نحنا دايما بلبنان انه منرجع منكرر الكلام بكلب ببغاء انه هيدا هيدا برامج اصلاحية ما منقول انه هيدا شروط من اجل الانصياع شروط من اجل اطباق الهيمنى على كل لبنان شروط من اجل بيع الاصول الدولة اللبنانية اللي يفترض كانت غنية قبل كطاع بس اسمحيلي لما تحكي عن شروط انا بل اجعل الموضوع الحكومي بس ما احكي عم نمشي هيك سريعا لما نحكي عن شروط واقعيا عندما قام الغرب وعندما قام العرب بمساعدة لبنان في مراحل كثيرة وقدموا لقلو الاموال سرقت هذه الاموال راحت فسيدا هذه الاموال اليوم بطبيعة الحال ما بقى فينا فكيف تعول على نفس الفئات هي نفسا لانك عم بتحطي عليها شروط وضوابط لا تقوم بالعمل من رأسه اليوم اليوم في شروط محددة من اجل تقديم المساعدات ضوابط من اجل المساعدات في برنامج يقال صندوق نقل الدولة في مفاوضات مع دول تباعا هلا ما بعرف اذا حزب الله مثلا يقبل بان يكون هناك سيطرة من طرف معين لحاله بالتالي كل كلم عن سيطرة بيعتبروا البعض فقط هكا ترويج او كلام لذلك ما في برنامج انقاذة للبلد لذلك ولا حدا عم يطرع موضوع الانقاذ وما حدا يقلنا موضوع الاصلاحات انه هو اصلاحات في لبنان وقال له ليش فشل رئيس الجمهوري اللي هو رافع شعار الاصلاح ورافع شعار التصحيح لا غطاء دولي واقليمي له لذلك انا اللي عم قوله هل هذه الاصلاحات وطنية اذا هذه الاصلاحات وطنية تنبثق من لبنان تنبعث من لبنان تطلع ببرامج لبنانية وطنية ولكن هذه الاصلاحات هي املاءات وشروط من الغرب يعني حتى بموضوع الفساد عم يحكي ديفيد هيل بموضوع الفساد ديفيد هيل اللي قال انه دافع صارف عشر مليارات دولار بلبنان على تنظيمات المجتمع المدني وغيره يعني هن يجربوا مش بس بافساد الطبقة السياسية وكرتلات هايدي الطغم المالي والسياسي الموجودة بالبلد كمان المجتمع المدني بما يسمونه بالمجتمع المدني دافع علي عشر مليارات دولار وين راحوا وين انصرفوا هل هني عم يحاسبوا على هيدا الموضوع هني عم يقولوا بدنا ينفزوا نحن دفعنا هالقد فلوس ودفعنا هالقد من أجل اسقاط المقاومة من أجل حصار هؤلاء الإرهابيين اللي اللي بيسميهم ديفيد هيلب الإرهابيين هايدي هايدي مشكلتهم لأنه في سلع مشروعين في سلع مشروعين يعني في مشروع ما هي بالمشروع تاني بنفس الوقت بيجعوا بيحكوك بالحدود البحرية وكيف ذاك تطوّق المقاومة بموضوع الحدود البحرية اللي هي نحنا منقول بلبنان على الأقل منقول أنه المقاومة هي اللي اعتحت للمجال بالتفاوض بهيدي النبرة العالية والجامدة بموضوع الحدود البحرية وبحقوق الموجودة بباطن السعر سيدة سوريا اليوم إذا حضرتك وقعت في أزمة وخرجت تطالبين أو تنشدين مساعدة وأتاك من يساعدك هذا الذي سيساعد سيوملي شروطه بطبيعة الحال أنت توجهت منك لحالك لمن تريدين أن يساعدك فبطبيعة الحال في شروط ستملو تاني شيء بموضوع الأموال اللي وضعوها بلبنان من أجل حصار لبنان ومن أجل إسقاط المقاومة مع اليوم بلبنان في مشروعين يتقاتل المشروع المقاومة والمشروع الذي يقف بوجه المقاومة كما المشروع المقاومة أو المشروع الذي يقف بوجه المقاومة ممول مشروع المقاومة ممول بس بهذه نحن وين عم نروح مشروع المقاومة ممول نرجع على الاحتلال الإيراني وما بعرف شو ممول لا أنه أنت وقت اللي عم تحكي حتى انحكت في السابق انه هايدي المقاومة صحيح وهي قالت علنا مش عم تكذب بهذا الموضوع بس ما الآخرين وبنت قوة فرضت وجود لبنان فرضت استقرار في لبنان فرضت عدم حرارة الأرض وطردت المستعمر وهيدي القوة كمان حمت استقرار لبنان على أقل الأمنة وعدم الإنجرار لحرب أهلية هيدا التمويل راح بهيدا الاتجاه التمويل الآخر خلينا مع الآخرين كمان كلهم اذا بدنا نتهم بموضوع انه من وين عم تجيبوا مصرياتكم هني قالوا على نان وعلى راس السطح انه كيف عم يجيبوا مصريات ومن وين عم يجيبوها وكيف عم بتروح هيدا مش عم بتروحها بقى عم تروح كمان تدريب وتسليح أو كل وحماية مجتمعية في أمن اجتماعي عاملينه الجماعة بمساعدات اللي بيقدمونه الكل عم يعمل أفضل اجتماعي لآخرين لآخرين لا وين مصرياتهم وين عم يروحوا خليوني يقدمون لما هني كمان كل الأحزاب كانت عم تجيب مصاري من فتح ورزق بس لا تقررين انه اليوم لبنان أقرب او دخل محور معين هو محور الممانعة في المنطقة يعني نجحت ايران في ادخال هذا البلد بمحور الممانعة واليوم كما ترى المحور الممانعة يعاني يعاني من حصار من تجوية على رغم من الحديث عن انتصارات طبعا بما كان آخر بدنا نقمة العش او بدنا انتصار محور المقاومة عسكريا وستراتيجيا بدك اتنين يعني اليوم خيار بين اتنين ما نستهزح اليوم خيارنا بين اتنين خيرنا بين نقمة العش هو هذا المحور هذا اللي لازم يكون صاحيله هذا المواطن لذلك لازم المواطن يتحمل شوية تضحيات يقدم شوية تضحيات بهاบنا بس المواطن يعني مقصوم في مواطنين غير معنيين بالموضوع ما نقول نحن بأزمة وما نقول أنه هؤلاء الحكام نحن عندنا أزمة نظام صحيح أزمة نظام منذ نشأة هذا النظام لحد اليوم ولذلك هو ولاد أزمات وولاد حروب هذا النظام ولكن أنه هؤلاء الطغم الحاكمة بالبلد هي أدوات للخارج ولذلك في هيدا يعني نحن مش عايشين أزمة اقتصادية مثل ما عم بين حكا نحن عايشين حرب حرب بالاقتصاد وهي أشرس ووقسة مثل ما كنت عم بتقول عن دول الممانعة والش اسمه أنه القصف والاحتلال والغزو اللي حصل على سوريا لم يكن بقساوة ما يجري اليوم بموضوع لقمة العيش والحصار المطبق على يعني حتى أنت بما أنك ذكرت ديفيد هيل ديفيد هيل كيف بداها أنه على وشك الانهيار أنه طولوا بالكم شوي أنه وعي يغير بايدن بسياسه تجاه لبنان طولوا بالكم شوي رح يوقعوا اللبنانيين خلصت لأنه بيعرفوا أنه باللي حصل بالتفجير الممنهج اللي حصل منذ 17-20 لحد حادثة المرفأ تفجير المرفأ وصولا لليوم لا تفجير النظام الصحي يعني أنت ما كنتوا بعدكم من شوي عم تعطوهم شهادات بموضوع كورونا ومكافحة كورونا وأخذوا شهادات لبنان بموضوع مكافحة كورونا بالموضوع الصحي شو عملت؟ أنت جيت ضربت هيدا مثل ما فجرت المرفأ مثل ما دمرت القطاع المصرفي اللي حد اليوم ما عاد حدا فهمان شي من شي غير أنه انسرقت جانا عمرنا وانسرقت أموالنا وانسرقت كل شي للمواطن تدمير يعني كيف أنت فجأة ما بيعود أنه مش عاملين عقوبات على كل لبنان أنت وقت اللي فجأة ما بيعود عندك كريديت كار تقدر تتصرف فيه تصرف منه ما بتقدر تحصل على عملة أجنبية لتغادر البلد ولا وحتى سيدتي عندي هون سؤال أنت حضرتك سوريا عاصي ترتحين لدخول لبنان في محور الممانعة ترين أنه لازم لبنان يكون جزء من هذا المحور بتنوعه عم بحكي عن لبنان المتنوع بوجود عدة فئات اجتماعية عدة أراء بوجود صراع قائم بحد ذاته فيه كتار بيرفضوا أنه يكونوا جزء من هذا المحور لبنان مش جزيرة من عزلة لبنان مش أنه انضم للمحور لبنان هو جزء أساسي يعني ما ننسى الحرب على هايدي الدول اللي ترسخ المحور فيها بالحرب على سوريا هي كانت نبلش الحرب على لبنان أنه هذا التحالف اللي حصل بالألفان وستة مش نفسه هو اللي حارب سوريا مش هو اللي شن الحرب على سوريا هو اللي غزى سوريا وهو اللي أخامه بعدها الفضايح هم تطلع مش الفضايح هن عم يصرحوا وهن عم يكتبوها بكتبهم من هيلاري كلينتون لغيرها كلهم حتى جو بايدن نفسه مش هو اللي حكى أنه نحن أنشأنا داعش بمساعدة الأصدقاء من السعودية وتركية وعدهم كلهم سوا أنه هيدا كيف بدك تفصل لبنانا أنه بتعمل سياسة النائب النفس وسياسة حياد حياد عن شو لماذا؟ أنت موجود لماذا؟ هيدا البطرة برجعها تكرر موضوع الحياد من الفاتيكا بالمؤتمر أو الصلاة اللي أقلت من الجنة لبنان بيقدر بيقدر هو بس حياد عن شو ما أنت أنت جاي في حرب في فلويدزاسيون لكل البلد كل لبنان قاعدين تحت جزمة هيدا المستعمر أو شو بدك تسميه هيدا الغرب اللي مش عم يقدم لك ولا شي وعم يقلك ما لحد المنظر ما في مجال قدم لك بتوجه شرقا يعني بتوجه شرقا ما نحنا مش عم نقول لك لا بدك تعطي ظهرك للشرق ليش بده يكون فيه هيدا العداء ليش بدك ترجعني إلى 2005 وقت اللي طرحت العداء مع سوريا أنه شو المناسبة لحتى أقفل حدوده مع سوريا أنه أنا عندي عدوء وهيدا اللي ما بيقدر والبطرة كبيرجع بيقوله أنه ما بيقدر يعمل صلح مع إسرائيل ما فيني أنا أقفل حدودي على الشرق ما أنا كنت على أساس كنا نتغنى ونغني لأنه سلطة وصل بين الشرق والغرب ليش اليوم بدي يسكر أعمل حياة على الغرب هو اللي عملي حياة هو اللي بيهمني بموضوع المساعدات وهو الغرب هو نفسه اللي جرني وصلني لحد اللي وصلت له هذا الانهيار اللي وصل اليوم حتى أسأل الخبراء الاقتصاديين بيقولوا لك أنه مش يفترض أنه هاي دي المعجز اللي كان عاملة رياض سلامة بموضوع الـ 1500 ليرة طيب مسلمين أنه بلى الـ 1500 ليرة بس مش لازم يوصل للـ 20 ومش لازم يوصل للـ 18 ومش لازم يكون أكتر من 6000 سعر الدولار طب هاي دي مش حرب على البلد وقت اللي بتقطع العمل الأجرامية بس بنفس الوقت إدارة ظهر للغرب بلبنان بلد التنوع ما هني من حتى لا يمكن أن يأتي بنتائج مش هو هيدا البلد الفيني هذا البلد المتنوع اللي عرف بعلاقته الإيجابية مع العرب كما عرف بعلاقته مع الشرق مع الشرق ليش أنت عم تسكين هني يكمن موقعه وحياده تجيه كل ما يمكن أن يؤدي إلى حياده وما فيني بحالة الحرب أنا ما فيني يكون محايد بحالة القضاء وتدمير البلد كليا أنا ما فيني يكون محايد كيف أن يكون محايد محايد تجيه مين الغرب عم يدمر القضاء اليوم القضاء يعني مدمر بفعل هذا التغمي مثل ما بسميه التغم الحاكم هيدا هيدا يعني التغم الحاكم بمشاركة الجميع من يؤيدون الغرب ومن يؤيدون الشرق كلهم تعملون على القضاء مش الغرب عم يقلك أنه أنت إلى زوال رايح إلى زوال مش الغرب هيدا كيف أن يقولك رايح إلى زوال بحال لم تقم بواحد اتنين ثلاثة بس حدا يقلنا شو أني الواحد اتنين ثلاثة ما ساع بيقولون لنا المبادرة الفرنسية ساع بيقولون لنا شروط صندوقنا الدولي وشروط ما هنا ما بيتلازمون مع بعضهم يعني المبادرة الفرنسية وشروط صندوق النقد الدولي مسارين متلازمين وهذا كان الحديث وقت اجتمع امانويل مكرون بحضرة القضاء السياسيين بلبنان تزامن المسارين مع بعضهم لا لا هو حكى كمان بعقد اجتماعي جديد طبعا وصار وقته يمكن لدى الاكتار يعتبره أن أين هذا العقد الاجتماعي حقيقي بين غير أنه بين أمراء الحرب كان العقد بالطائف فبالتالي أنت اليوم أنه بحالة حرب فأنت بدك تكون محايد عن شو ولا بدي التزم بكل املاءات ما قلنا مش إصلاحات هذه املاءات طب شو كان بيمنع عشر شهور لحد اليوم مش هيك؟ أكتر من عشر شهور 11 شهر رح يصلنا بموضوع تفجير 11 شهر عام بكرة بأربعة تموز بيكون صلنا 11 شهر وأربعة آب بيكون صلنا سنة سنة فبالتالي أنه لا ما تحرك الغرب يقدم لنا عروضات جدية بموضوع المرفق هني عارفين أنه مقفل سين بس ما صارت هيدا ألمانيا تحركت هيدا فرنسا تحركت ما تحركوا بيقتي مش بيقتي ومش بي الخيار الروسي هو البيقتي اليوم الروسي والصيني والصيني كان ما ما تروح بيقتي ويقتي طب إذا تشكلت حكومة واجتمعت طب ليه ما بدأت تشمع هيدا الحكومة أنا اللي مش عم بفهم أنه أنت عم تسأل إذا ليش مين اللي دمر القضاء طب ما هيدا الحكومة اللي إجت حكومة حسن دياب اللي إجت منبثقة من الشارع ومن من وحي وطلبات حكومة حزب الله أي خير تبين أنا حكومة حزب الله وين حكومة حزب الله كيف حكومة حزب الله مش حكومة حزب الله وحكومة تيار الوطني لا يملك شيء لا بالحكومة ولا بغير الحكومة طب يعني حكومة مين حكومة تبيه بريه لا يمون على أي حدا حكومة هيك اهتقوها هو شرق وقع في كل العالم يبدو فيه لغز مش صبيعي يعني أنا كيف بعد أكتر من مداورة لأسماء بوقع بشرك أنه الجامعة الأمريكية تقدم لي رؤوس الحكومة وأنا بيشباك مع الأمريكان مش هذا دليل أنه حتى حزب الله يعلم أنه لا يمكن وأنا بكون أعلنت عن 100 يوم من الإنجازات بدل 96 يوم من الإنجازات و96 إنجاز بـ 100 يوم بس 96 إنجاز يعني كان كل يوم أنه شواء النشاط عمل إنجاز فجأة بعلن استقالتي هلأ بدك تقول لي حشروا ضغطوا عليه بس في أكتر من هالقد يعني عدم إحساس بالمسؤولية بأنك ما تقبل تجمع مجلس الوزراء لا من أجل ترسيم الحدود بموضوع مرسوم موضوع ترسيم الحدود ولا من أجل أنه لحفة الناس على الدواء بس هذا ما بيعني تنصل من المسؤولية قبل بدأ يرجع بنقطة كيف يعني ما بيعني تنصل من المسؤولية هو مستقيل من مسؤوليته كيف يقوم بالعمل بس لحظة الاستقالة ليش الكل بيقول لك غايب بعد انفجار مرفق بيروت يعني في حدا بالآخر ما معقولي كان يصير هذا الانفجار وتستمر الأمور على ما هي عليه بوقت الجميع كان يعلم بوجود النيترات في المرفق ولم يتحرك فكانت أول يواجه 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 يقول أنه يواجه كل العالم من حقه كان هالأد يعني جاي بسئة وبيدعم من الناس وأنه جايب ست ستات ولا جايب كله أخصائيين بس بهذه اللحظة الوطنية الناس ما عادت سألاني لعن الحكومة ولا عن حسان دياب ولا عن الثقية فبالتالي إذا واجه نبي برري ولا واجه رئيس الجمهورية ما عندما واجههم وتقدم بطرح انتخابات نيابية مبكرة أي مثل أيام من نبي برري ودفع حشره وقت أنت تطرح انتخابات نيابية مبكرة ولا وقتا لما الناس ونرفع الردم ونلم الضحايا من تحت الردم بسي هذا أطرح حاجة انطلاقا من واقع أنه هذه الطبقة الناس ما بقى قبليني فيها بعد اللي شفته بعد هذا الانفجار آن الأوان لتغييره وقلب الأمور رأسا على العقب وبس قبل ما تكفي بنقطة معينة قلت لي هو رئيس الجامعة الأمريكية حزب الله هذا دليل أنه حزب الله لا يريد معادات الولايات المتحدة الأمريكية وقع بالشرق يبدو بس مش استراتيجية حزب الله يقع بهذا الشرك شرك أنه ياخد حدا مؤيد بسياساته للولايات المتحدة أو هو من صلب الجامعة الأمريكية ما هو كل الوقت حزب الله كان موجود بالحكومات السابقة وكلهم وكلاء للولايات المتحدة الأمريكية يعني وانه مش كهزب الله بس هو هو اختار رئيس حكومة مش حزب الله لا مش هو اللي اختار رئيس بس هو هو مش هو اختار هو كان له دور الأساسي ويفا وأعطى المونفطة الكيمة والمكينة حكومة دور الأساسي اللي قال غصصونا شكله الحكومة أعطوا له هيدا شو بده ما أعطوا يتدلعوا البلد على فوهة بركان وهني قعدوا يتدلعوا أنا بدي هالأد وزراء أنا بدي هالأد وزراء لا وبدك العقد السنية والعقد المسيحية والعقد الدرزية كم عقدة صارت هذه قبل تشكيل الحكومة وقعدوا ثلاثة شهر مدري قدالة حتى شكلوا هيدا الحكومة مشكلة حزب الله أنه مش هو اللي ما بده الأمريكيين بالبلد يعني واضح أنه خلينا نقراها بكتير تبسيط الأمور من 2005 الأمريكان ما بدون حزب الله بالحكومة يعني حزب الله ولا مرة قال أنا ما بدي الأمريكان بالحكومة أنا ما بدي أحكي مع الأمريكان أنا مش قاعد على طاولة حوار مع وكلاء أمريكيين بالبلد ولكن حزب الله أنه حتى السنيورة بعد الدوحة وبعد سبعة أيار وبعد السلاح يحمي السلاح رجع وافق على السنيورة ما هو قابل بأي حل وحتى بخطاباته الأخيرة عم يقول أي حل بس أنه شكله هيدا الحكومة لا هون يقولي في وجهة نظر بتقول أنه بطبيعة الحال حزب الله عنده اهتمامات أوسع من لبنان والحكومة هي التفصيل في الاهتمامات لا 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 خلينا نكون دقيقي حزب الله لا يتمدد في الإقليم مثل مع مين حكا حزب الله جزء من هذه القوة اللي عملت بالألفين لأنه أول كان رأس الحرب بالدفاع عن كل المنطقة وعيدا اللي شفناه بالألفين وستة ولذلك وبنى قوته بمساعدة سوريا وإيران فكان لابد هو أنه ولما بلشت الحرب على سوريا ما كنا من بداية درعة عم نسمع جيينك يا نصر الله صح ولا لا وبالتالي وإجت المتفجرات وروحت عشرات بس هذا ما بيمنع أن الحكومة تفصيل لدى حزب الله لا 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 مش تفصيل لا مش تفصيل بس هو سيد سوريا عندما يتحدث حصل نصر الله سيد نصر الله بخطاب ساعة ونص بيحكي فيها خمس دقائق عن الحكومة يعني الحكومة تفصيل لا لا مش مزبوط بس هو عنده اهتمامات بالمنطقة أكيد أكيد بموضوع تحرير فلسطين أكيد لأنه العدو الإسرائيلي ما انتهى العداء معه انسحبوا بس ما انتهى كل التهديدات وبعدهم عم يطلعوا وبيغيروا علينا وما بنقدر نفوت بالبحر وبيخطفوا النار راعي من هون وبيعتدوا علينا وهلأ مهديدين بدون ياخدوا الثروات يعني حزب الله بعض خارجة في لبنان أكثر ما هو بعض لبناني في الخارج دفاعي ما كنا بالقبل وقت الانتخابات النيابية حتى ضغر الغرب كان عم يحكي أنه بدنا استراتيجية دفاعية كل الوقت حاطين بالبرنامج بدنا استراتيجية دفاعية نحن من الالفين وخمسة إذا مش من الالفين والكلام حول موضوع هذه القوة على استراتيجية دفاعية اليوم أي استراتيجية دفاعية يقبل فيها حزب الله راح أفوت معكب هذا الموضوع بسمحي لي تعرف المتحور دلتا دخل إلى لبنان ويشغل اللبنانيين بساعات الماضية بينضم لألنا رئيس لجنة الصحة أن يبيه النقب عاصم عراجي صباح الخير صباح النقب منك جورج للمشاهدين شكرا ساعاتك اليوم متحور دلتا في لبنان هذا المتحور يمنع فيه الأكثر انتشارا وسرعة ماذا يعني الأمر وهل نحن دخلنا فعلا بالخطر أو بعد الأمور تحت السيطرة يعني نحن طبعا أنت تعرف المتحور الهندي متحور سريع الانتشار يعني الشخص حسب الدراسات بتقول الشخص اللي عنده المتحور الهندي ممكن يعني يبين 12 شخص وأنه كمان هو بالنسبة لذا واحد يعني قاعد مع شخص عنده متحور الهندي خلال دوانية ممكن يغدون العدوى بعكس الكورونا الذي يبدو 15 دقيقة وعشان هيك يعني نحن المفروض ناخد احتياطات كتير دقيقة سواء بالمطار وكمان بالمعابر البري والبحرية وكذلك أنه مفروض بدو ييجي من الخارج بدو تعرفي لبناني كتير عرجوا من الابتراض هلأ لأنه وصلوا خطرة طويلة يعني سنتين ما يجوا على البلد مفروض يعني حجروا ببيوتهم لغاية ما يتوقع تحصل هنا دكتور سمح لي عن تجربة شخصية أنا حابب شركة كفية لما وصلنا على لبنان أنا كنت خارج الأراضي اللبنانية عندما دخلت إلى لبنان كنت مجبور نزل أبليكيشن كوفيد لاب تراك هذه الأبليكيشن طبعا نزلناها للترصد ولكن يبدو أنه ما في متابعة جدية لهذه الأبليكيشن للمختاربين هناك استهتار كما أنه هناك استهتار في المطار حتى يمكن فخانة الرئيس حكي مع وزير الصحة بالوصايدة ونحن حكينا كمان مع وزارة الصحة ومع وزارة الأجهال نتعرف وزارة الأجهال هي كمان إلى وصاية على مطار بيروت على مطار الرئيس الحريري وكذلك يعني الفحوصات البي سي آر يعني مفروض مجبور تحكي مظبور مفروض ينعمل تراكينج سيستم لأنه الناس ما بتتقيد يعطوه على بيوتاب من أول يوم توصل بيكونوا جايين مشتاقين لأهاليهم أو مشتاقين لجيرانهم أو هذا بتلاقي بيختلطوا مع الناس وفي تحايل على السيستام في تحايل عم ينجحوا فيه في تحايل صحيح وحتى عم يحطوا أحيان بعض الناس أرقام تليفونات مغنوطة كمان يعني كمان الناس لازم كمان السيد جورج كمان ساعد بالقصة يساعد بالدولة مفروض تطبيل إجراءات بحزمه بجدية كمان الناس كمان هذا مرض يعني ما فيك أنه والله إذا وعي جاي من بره مشتاق لأهل ويجاديهم كمان الشغل الثاني كمان مفروض نحن نسرع وطيفة التلقيح لأنه التلقيح تبين ببريطانيا أنه مثلا تقريبا حوالي يعني 60% من الشعب البريطاني أخذ اللقاحين وحوالي 70 أو 75% أخذوا اللقاح الأول مع هذا وكله صار عندهم الإصابيات التفعت خلال الأسبوع الماضي وأول تنباع كان عندهم 27 ألف إصابي بس من 27 ألف إصابي هاو دي كان نسبة الدخول على المستشفيات كتير 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 أليلي عشان هاي ها نقول للناس بتلقحوا لي لأنه التلقيح بيحميكم من حتى لو ما سبتوا العدوى إنكم ما بتفوتوا على المستشفيات عشان هاي نسبة التلقيح لازم تتسرع كمان الناس تقبل على المنصة لأنه المسجلين على المنصة للسجارة غايت هلا لا يتعدوا 35% يعني دائما أنت يمكن أنت أو أنا أو الناس كلها بتسأل أحيان أنه تلقى حتى لك ما بيتلقى حتى لما بيتلقى أنت مريض أنت هاي ياردياني بعد الناس عنا مترددة بشكل كتير هو دكتور لأنه كمان في مجموعة أطباء يخرجوا إلى وسائل الإعلام وبيفتحوا سجالات اللبنانيين يمكن بغنى عنهم بصيروا اللبنانيين يصدقوا هؤلاء الأطباء بأنه التلقيح بيضرهم أكتر ما بيفيدهم نعود على الحكومات بالمتحدة الأمريكية صار متلقة حتى 300 مليون أو أكتر يعني يعني لو الأمريكان أو الإنجليز أو أوروط الأورقية بنرجو شعبهم كما كان لقاحوهم مش هيك وما تبري ما مؤامر وما مؤامر وأنه تغير الجنات ومجينات إخيز هذا الأكسان يغيي عندك أعتقاد أنه يغير الجنات وعندك تغير شغلات تانية يمكن أن نكون محتاجين مش الأمرارات يعني مش الأمرارات عندك شغلات اللي هي عادة الأدينوفيروس أو في عندك لنكتبات طبعا الكورونا عشان عايك نحن كمان لازم يعني وقيد التلقيح ناس تسجل عنه نصة وتعرف عدد صراح نعمل ماراتون فايزر وعدد كمان نعمل ماراتون للأسترزينكا كمان فالناس مفروض يعني نطوع على نقطة كتير مهمة أنه الفاكسان كتير ضروري واللي حتى اللي أخذ الأسترزينيكا فيه أخذ فايزر بعدين ما فيه مشكلة لأنه تبين هلأ بدراسي يومانية طلعت فينا تم خلط اللقاحات عملت مكس بين الأسترزينيكا والفايزر عادة بتزيد الأسلام المضادة بالجسم ممكن عمل الفاكسانيكا يعني عمل استاضيز على الفايزر وعلى الأسترزينيكا كانوا فعالين ضد المتحور الهندي الأسترزينيكا كانت 80% والفايزر كانت بحدود هوني دكتور عندي السؤال يسأل من طلق لقاح الروسي سبوتنيك هوني هذا اللقاح ما فيه دراسات بتأكد إذا فعال ضد المتحور مش إنه لغاية هلأ ما فيه دراسات لا هو ولا البقاية يعني لغاية هلأ اللي نعمل دراسات عليهم هي الأسترزينيكا الفايزر ومبير جونسون وانجونسون طلعوا دراسة فيه الغكسينات الثانية يعني المفروض يعني بعد من عمل عليها دراسات يمكن يعمل عليها دراسات بس بعد ما طلعت الدراسات فعشان هاي يعني ممكن يكونوا يعني مرة المنظمة الصحة العالمية طلعت بها وقايت إنه معظم اللقاحات تحمل الإنسان أنا أنا أقول أنه أي لقاع متوفر إذا أخذ واحد بدلي يحميه من العوارض الشديدة أو نفوت على المستشفى أو نفوت على الألاني أنا أقول للبناني نحن مفهوض نرجى للإسراءات اللقائية الكمامة التباعد الاجتماعي الاجتماعات الكبيرة إذا كانت المجتمع كبير لا تعرف هل هل ملقحين ولا لازم تلبس كمامة إذا كان واحد دعا بالبيت وعارف أنه كل الناس ملقحين طلعت بس اسمح لأن تطلبوا من اللبنانيين هذا الأمر بوقت فتحت الملاهي فتحت الصلاة المغلقة المشاهد عم نشوف مشاهد سهر من دون مبيلات مش بس المحلات المفتوحة ماشي الحال بس في محلات مغلقة ماشي فيها السهر من دون ولا أي حد للتباعد مع نسبة كباسيتي 100% وأكتر يعني مهول مفروض سي جورج مفروض تطبع الإجراءات الإجراءات المحطوطة ما بتقول كلها هيك بس فيه فيه تفلط كبير بقصة التطبيل الإجراءات يعني بشكل كتير كنا نلاحظ بالأول الناس لمشي كمانات أكتر كنا نلاحظ الناس ما تعمل أعراس هل تعرف بلشت نوصة من الأعراس وشكل كتير واسع وأنا بحكي لك على مناطي حتى ببيروت كمان نفس الشي فعشان هاي يعني اللي نحمي البلد نحمي كمان نحن بعد من الغاية تهلا ما أنا محميين ما نفتكر إنه نحن محميين بأن بريطانيا وأمريكا اللي هي عدد التلقيه عدد كتير كبير وصلوا لقامل 70% دوزل الأول أو أكتر وهنا عبينصابوا بالمتحول الهندي بس ما عبينفوتوا لأعلاني أو ما بيروفوا على عوارب التلشد منشان هاي نحن لازم من آني لشهر كنون الأول أو تشرين تاني مفروض نحن نلتزم بالإجراءات منشان ما نرجع لا سمح الله لا سمح الله نرجع الفشل المتحول الهندي وحاصة أن نحن ما عمنا مناعة مجتمعية وشاعتها نحن بدنا الاقتصاد بدنا ناشتشتهر بدنا ناشتشتهر لأنه وضع البلد التعبير هيدا 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 بدي أسألك عنه بختم هذه المداخلة بتخافوا أنه قد تظهر نتائج تؤدي إلى ارتفاع إضافة بأعداد الإصابات بتخافوا نرجع لوقداون أو لوكداون جزئي في هذا الصيف بوقت لبنان يعول على المغتاربين وما جاء إلى ربوعه بالطبع يعني بدل واحد عنده يعني بدل عندك دائما يكون عندك نوع من الحذر والحيطة يعني المفروض بالطبع بدل واحد خايف أنه ينتشر بس إذا بده ينتشر بسرعة أكتر كمان أكتر بالخريف يعني بدل الخريف بأيلول لما الطأس يتغيره بتصير هذا طأس كتير مناسب للفيروسات والفيروسات كتير بتكتر بالفاصل هذا بأيلول نحن مش يوم نوصل لأيلول كمان ويكون عنا تفشي كتير كبير أو يعني هلأ بالوقت الحاضر نحن لأيلول كمان فمنشف مفروض يطبقوا الإجراءات الوقائية شغلة كتير بسيطة كمامة والتباعد الاجتماعي لحتى ما نرجع نروع على دراما التعرف ليه مش نشغل وحده المستشفيات أصبحت غير جاهزة ليه شو اسمه لا استقبال عدد كبير من المرضى مش مثل الأول من سنة كان الوضع المستشفيات أحسن بكتير لأن هلأ عندك مشتزمات طبية نقصة عندك أدوية نقصة ممرضين ومرضاء فلوا برات البلد يعني ما نحن مش نجهزين هلأ مش نحن لازم يعرفوا اللقطة عيد اللبنانيين شكرا للك دكتور عاصم عراجي رئيس تجنة الصحة النيبية تعليقك قبل ما فوت على فاصل وارجع أفتح معك الحديث يعني الثلاثين ديئة المتبقية من الحلقة يعني تعليق على الموضوع الصحي ولا شي نحن كنا بعد شوية رح يرقسوا يقولوا وصل الدلتا على لبنان كنا ناطرينا ناطرينا وأنه كانوا على أساس أخذوا احتياطات وكذا وهيكي بس ما فيك ترجع تفتح البلد وما تجي لا بس حالة التفلت في مطار بيروت الدولة كارثية وحكي عن تجربة مش حالة تفلت عم بتبكل الوضع يعني لما عم يجوا المسافرين ويقولوا لك عم يقعدوا ثلاث ساعات وأربع ساعات ناطرين لحتى السيستام تعطل أو السيستام الشنات تعطل بتكون الشنات خلص الموضوع يعني الموضوع هلأ يعني منفهم نحن في حالة بنداميك عالمية وفي حالة يعني في في انه خطر عالمي وهيك بس انتوا سهلوا الإجراءات سهلوا إنه شو كيف هيدا هلأ بنرجع بنوقف عن موضوع إنه ما في صيانة لش بدوا يتعطل السيستام هاي ما في صيانة ما في كذا ما في كذا ما هو بس عم يرشح يعني تهديد بتدمير هيدا البلد تفليشه ونعفه بهالطريقة هاي إنه اللي بدوا يوقف السيستام بالمطار وانت سنة بالكاد عم يجي طيارات كان ويروحوا إنه كان ممكن تعمل بطل المعود على 88 طيارة على المدرج لا ما هي الموضوع لا عندك على الأمن العام على الباسبرات وعلى الشنات إنه شو الموضوع اللي بدأت تأخر الشنطة ثلاث ساعات ليش بتكون تنطروا الناس بهالطريقة هاي ليش بتكون تهينوها وتزلوها بهالطريقة هاي هلأ هؤل الناس اللي عم يجوا ويصرخوا ويقولوا ماما مش مقبول ومش محمول وما بقى بدنا نرجع على البلد ما كمان إنه ما هن بيعرفوا إنه حتى اللي قاعدين بالبلد ما نحنا يعني في حالة إنه قيمت بدأتوه على الناس إنه الموضوع مش طايفة عم تدافع عن حقوقها أو مصالحها البلد كله ما في حدا يدافع عليه يعني يدافع عنه إنه بدنا نسحلي شيء لأنه يكون بعلمهم كلهم إنه كلهم مترابطين ببعضهم الوجود المسيحي على وجود الشيعي على الوجود السني ما في واحد لوحده مثل ما كانوا مقررين ما في واحد لوحده بيقدر يقوم بالبلد ما في الطايفة هذه الصيغة اللبنانية ما فيها تنجى لوحده بالبلد مش لأنها صيغة صيغة الميثاقية وما بعرف شو بيسموها لأنه الكل مهدد لما بيوقع على البلد متل ما قالوا سمحت الأمين العام لما رح يوقع على البلد رح نوقع كلنا سوا إنه ما في حدا يشيل حدا وما في حدا متل ما كنت عم تحكي إنه هو لأنه لا يقرأ كثيرا بالموضوع الشأن الداخل اللبناني وما بيهمه ومش على أولوياته تشكيل الحكومة لا مش صحيح بس هو ما بيقدر يعني متل ما بوقت اللي منحكي بالموضوع الأمنى إنه مين بيقدر يعمل حرب ضد المقاومة إنه في مقاومة أقوى بقدراتها العسكرية وهكي ومتل ما قالوا الإسرائيليين بال2006 إنه لو اجتمعت جيوش العالم ما بتقدر لهم هالحفنة هالقد صلبة وقوية ومثابرة وجديرة بكل تقدير يعني بس بالموضوع السياسي والموضوع النهب اللي صاير بالبلد وهكي هني ما بيقدروا يفوتوا فيها هاي دي اللعبة ولذلك لازم يقعدوا الكل مع بعضهم وحدا يكون ضابط إيقاع يعني اللي حصل بال2005 وقت اللي طلع السوري لأنه يبدو هيدا البلد مثل ما بيقولوا لك بالدول العربية هاي دي شعوب ما بتنحكم إلا بالديكتاتورية مش هيدا الموضوع بس بدك ضابط إيقاع لهيدا مين هو ضابط إيقاع سريع من فتح الفاصل مين ضابط الإيقاع ضابط الإيقاع داخلي أو ضابط الإيقاع خارجي لا أكيد لازم يكون داخلي ولذلك وأكتر من مرة عندك أنت وقت اللي كنا عم نحكي لا يريد رئيس الجمهورية عن حكومة ما بالدنيا ضابط إيقاع مش على زوء لأنه أساسا أنت شايف لغة تخاطب مع رئيس الجمهورية بتصير هاي دي بأي جمهورية بالعالم بأي ديمقراطية بالعالم بيصير هاي دي اللغة التخاطب مع رئيس الجمهورية وبيصير عم نتحشم ونديري ونقول لا دستورية ما فيكن تقوله وحسب آليات الدستور لازم يستقيل أو يقال ما بتصير ما بتصير لأنه ما في بهيدا البلد ما في مقامات تدمر كل شي كان ما تبقى ما هيدا اللي كنا قايلينه بعد تفجير المرفأ تبقى بعض المؤسسات بالبلد وبعدها كنت عم تسأل عن موضوع القضاء بعض المؤسسات نعول على أنه نستنهضى يصير فيها إصلاحات ويصير فيها أنه صلاحيات لحتى تقوم بدور معين لكي تمسك بزمام الأمور لحتى تقدر تعمل عملية إنقاذية إن كان من الجيش للقضاء لرئاس الجمهورية لمجلس النواب هاي دي المؤسسات اللي إلنا ممنوع أنها تسقط بهيد الفوضى اللي حصلت بالشارع أنه فيه ما تبقى من كيان من هذه الدولة لا بتكون تفلشوا بهالطريقة لا قررتوا أنه منستقيل ويلا والمصارف بيقولولهم حاولوا دعموا شوي لحتى نقدر ننقذ الوضع بيقولولك لا بيع وصول الدولة الدولة غنية عندها أصول وعندها منتلكات على كل حوال الحديث تتم إنما بعد هذا الفاصل ثريع عاصي برجع على الملف شوي الحكومي رئيس سعد الحريري يبدو أنه أجل مراجد الاعتذار هل الأمر على علاقة بنبيه برري الذي من الأساس حاول أبقاء سعد الحريري وحاول كسب مزيد من الوقت من أجل تأخير اعتذار أو من أجل حف على التأليف اليوم يقال أنه إذا سعد الحريري يتقدم باعتذاره لازم يكون فيه سيناريو معين وسيناريو من سيؤمنه نبيه برري ونبيه برري لن يقبل أن يكون سعد الحريري الخاسر الأكبر في هذه المعادلة هي مش موضوع أنه يقبل بأنه يكون خاسر الوحيد أو كبش المحرقة بهذه المعادلة واضح أنه يعني من بداية الأزمة لحد اليوم خلينا نقراها من خمس سنين لحد اليوم هي حرب على رئيس الجمهورية يعني أنا ما بدي أشوف إلا بنواية حسنة بمبادرة رئيس برري لأنه على نفس المسافة عم يحكوا معها عم يبعت في حوار متصل مع رئيس تيار الوطني الحر وبنفس الوقت ما يسكين سعد الحريري أنه قوعة وقال لا أنت بيروح القطاء عنك وقال لك فدو يتجول مثلا بالدول العربية يعمل جولات ويرجع يحاول بس هو بيعمل جولات كان من دون ما يكون رئيس حكم مكلف لا ما ننسى نحن أنه هو يعني لما كان بس خطيرة لما تقولي أسس بيزنس أسس بيزنس على حسين ما نقعه لما كان بالأثر بالسعودية لما كان محجوز بالسعودية طب هو بالمقابلة اللي طلع فيها ودمعته عم تنزل أنه لو ما كان لبناني أو رئيس حكومة لبنان كان أنقذ يعني ما شفنا شو صار بالباقية اللي كانوا محتجزين من الأمراء السعوديين وغيرهم وبالتالي هو محتاج لأنه يكون رئيس حكومة لبنان محتاج لحتى يكون رئيس مكلف ولذلك عم يقدر يجول هو حامل رئاس الحكومة بجيبته بيفوت على السيسي بيفوت على بن زايد بيفوت على الأمير قطري وبيروح عند الرئيس الوزراء العراقي مجوز وقتيني سيسمحنا بيهبر لسعد الحريري بأن يعتذر لا لحد اليوم مش مبين هيك ومش مبين أنه سعد الحريري عنده خيار آخر غير أنه بده يشكل الموضوع بيبقى هي بالحرب على رئيس الجمهورية على الرئيس الحرون تحديدا مش على رئيس الجمهورية على الرئيس الحرون والبيانات والبيانات الشهيرة اللي صدر عنه وهي دين حلت رجعت فيما بعد بموضوع بمهيد حزب الله حل وقعدوا وقعدوا يعني قبل وساطة اللي كلفوا فيها رئيس تيار الوطني الحر ورجع تمسك بمبادرة الرئيس برهو وهدى الأمور يا أخوان تعالوا نقعد على طاولة ما فينا نتراشق بالبيانات وما فينا نترك يكون رئيس الجمهورية باش كاتب وكمان هي المبادرة الوطنية اعتبروها المبادرة الرئيس بره وبالتالي الموضوع هي بدك تشوف تقرأ أكتر بي لما دخول المباشر للولايات المتحدة على الموضوع مش بالبيانات هيدا بوقت الضايع بس بوقت الولايات المتحدة الأمريكية تصيخ تسوية مع الإيرانيين تنتون يجتمعون ومع أوروبا أيضا مفاوضات مش تسوية بعد ما وصلت لتسوية خيار المفاوضات الأخير سيكون التسوية هنا لك من يقول أن التسوية قاتل 17 أبوعد السياق الاستيلم رئيس طالما في مفاوضات بده يصير في كباش وتحت النار هيدا المفاوضات وشفناها على الحدود السورية العراقية وشفنا الرد يعني في اليوم الروسي وقت اللي عم يجي على لبنان بيقولوا لك بهالزخم وأكبر الشركات وأهم وأضخم الشركات وبحضور حكومة روسيا يعني بتفويد حكومة حكومة روسيا الاتحادية وبترجي بعروضات للبنان وبتلتقي مع الجميع من حاكم مصر في لبنان لكل الآخرين يعني بشكل من أشكال شد الكباح أيضا هيدا نفس الشيء لا ما الروسي أساسا كان حاضر بلبنان منذ بداية 17-20 قبله بجمعة إذا بتتذكر وقت السفير الروسي في لبنان الصديق أليكسندر زاسباكين اللي قال بجريدة الأخبار أنه تتلاعب بالأمن بلبنان الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من ظهور إعلام لأله حذر من الذي يتلاعبون بمصر يعني تتوقع أن يستمر الكباش الحكومي حتى التسوي الآتي إيرانيا أمريكيا يلي يتوقع أن تكون قبل 17 أب يعني في مفاوضات تجري وهذه كل مرة اللبنانية بيوقعوا بهذا الخطأ أنه إيران والولايات المتحدة عم يحكوا بموضوع الأزمة الحكومية اللبنانية أكيد لا أكيد لا يعني مش رح يحكوا وأن حتى الإيرانيين راحوا مباشرة يحكوا مع السعوديين ببغداد فبالتالي حتى مع السعودية مش عم يصير الحكي بمفاوضات ولكن يقال أنه في كلام مباشر بالموضوع اللبناني لربما مش بمفاوضات فيينا ولا بالمفاوضات الواقع الأمريكي الإيراني المباشرة إنما على همشة في حديث عن لبنان ويقال أيضا أنه الملف اللبناني سيتقدم على سيوية نظرا للوضع الذي وصلنا إليه نأمل أنه لبنان ما ينتظر أنه يكون ملفه على طاولة من المفاوضات المختلفة اللي عم تصير بالمنطقة إن كان بموضوع اليمن أو بموضوع فينا نتأمل بس واقع الأمور أنت على طاولات مفاوضات المتلقي أمتى هيدا النظام بدك تسميه أو هيدا هيدا الحكم لموجود السلطة الموجودة في لبنان ليفترض حتى الغرب يعني وكل الدول بيقولوا لك أنه هؤل اللي بدون يبدعوا حل الأزمة اللبنانية أو من خلالهم بدنا نعمل برنامج إصلاحي وحل في لبنان طيب هؤل ليه ما بفكروا بمصلحة البلد يعني كيف كيف بدوا يجي يعني لما بيقلك ديفيد هيل بالمباشر أنه لبنان مش على أي برنامج دولي بموضوع المساعدات ما رح نساعد ديفيد هيل من هو ديفيد هيل ما عند عنده هذه المسؤولية الرسمية اللي كان يتوليها أيام دونالد ترامب اليوم في إدارة أمريكية جديدة تقوم بوجبها بالتالي ما يتحدث فيه ديفيد هيل قد يكون وبشكل بيقلوا علاقة بالحزب اللي كان حاكم بشي اسمه الجمهور هن اللي بيشكلوا ضغط على حكومة بايدن ينصحها مثل ما فلتمن كان نصح حكومة ترامب اليوم ديفيد هيل عم ينصحه أنه انطروا عليهم شوية رح بيهر البلد بدهم بس بعد أعطونا وقت هاي دي الممارسات اللي عملناها أو السياسات اللي فتعلت بالبلد بدهم شوي وبينهار بس على الحالك لازم ينصحهم بالملف النووي الإيراني لأنه كان فيه ننطروا شوي بتهير إيران لأنه واقع إيران هذا موضوع تاني لأنه هذا موضوع تاني لأن صار فيه صواريخ بينه صار فيه يعني صار فيه كانوا يوصلوا بأكتر من محل على شفير الحرب كانت الحرب دائرة بس ما شفتناها بالقواعد اللي موجودة بالعراق وبإغتيال سليماني والمهندس وبواخر الناقلات النفط فصار فيه الاشتباك المباشر بين الطرفين فبموضوع لبنان أنه موضوع تاني لا موضوع لبنان يشبه أكتر موضوع كوبا يعني كوبا اللي يفترض صار لت سبعة شهر ثمانة شهر إدارة بايدن ما حركت ولا عاملة فيه مثل لبنان أنه خليهم يختنوا هيدا اللي عم يصير بلبنان رح يوقع بعد بدأ شوي ثورة بكوبا وبتوقع بس وضع كوبا يختلف طبيعة الحال عن لبنان ودور كوبا يختلف عن الدور اللبناني دور كوبا على علاقة بفنزولا على علاقة بأمور أكبر لبنان اليوم علاقته أكتر بإيران والحبال أو شد الحبال الأمريكي الإيراني بطريق ليش ليش عم نفز على إيران أنه لبنان علاقته بموضوع بموضوع إيران ليه سوريا سوريا مش أقرب طبعا بس لما صارت المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية كان نحكى عن لبنان بس مرتاح الوضع اللبناني ما أسمر بلحظة تاريخية لانتخابات رئاسية ما خف هيك التوتر اللي كان قائم بمجرد قتل اتفاق بال2015 ارتاحت السياحة اللبنانية هيك نحنا اللبنانيين من 2014-15 مرتحنا وكل الوقت التركيز بس مرتحنا بس مرتحنا لما أجل الاتفاق النووي ومن ثم بعد ترامب بعدما قام بإنهاء الاتفاق النووي عدنا لنقطة الصفر لا صارت تفجير الكامل صارت الخطة مثل ما هلأ أقرى الإسرائيليين شو عم يحكوا أقرى الإسرائيليين شو عم يحكوا على موضوع لبنان وعلى إلهاء نصر الله أو سماحت الأمين العام بالموضوع الشأن الداخل اللبناني بآخر خطاب لقله ما ذكر ما أعطى خمس دقائق لإسرائيل كله كان عم يحكي لاهينه بموضوع النفايات والبنزين بكل الأضايا البلد أقرأ هيدا الموضوع وساعتها بتقول أنه لأ الكباش مش إيراني أمريكي هلأ أكيد بس يعني اللبناني عن جد بحيره بالوقت اللي بيقلك نائب النفس وحياد ومبارشو بالوقت إذا بيصير فيه اتفاق نووي إيراني أمريكي يأتي الانفراج هل هذا يعني أنه الحرب ليست من أجل إنهاء المقاومة في لبنان أنه النووي عم يتصنع بلبنان أو بعكار مثلا أو بترابلوس أو أنه ليش تفجير بموضوع هالبنوك اللبنانية هي اللي عم يتمول تخصيب اليورانيوم بإيران أو هي اللي عم تنقل الأموال يعني نحن بنعرف والكل بيحكي فيها أنه الدولارات بتجي من إيران عند حزب الله مش العكس هو اللي صاير فليش صار فيها التدمير أنه ما نستفاد إذا بدنا نحكي بهذا المنطق ما نستفاد من ارتفاع الدولار بهالطريقة هاي ما كانوا بالأول يقولوا أنه كله هذا يا سيد بخمسمائة دولار أنه بدك تروح اليمن وبدك تروح على العراق وبدك تروح على إدلب وعلى سوريا فأنه الموضوع مش مرتبط أكيد بالمنطقة كلها لأنه لما بدون يعقلوا اللبنانية ويقولوا نحنا نحكي جغرافيا سياسية جيو بوليتيك أنه نحنا جزء من هاي دي المنطقة فأي يمكن العلاقة باللي عم يصير في الحرب في الحروب بالمنطقة وبالتالي لنا حصة من هاي دي المفاوضات والتجاذبات اللي عم تصير بالمنطقة وهون بترجع بتفهم موضوع أنه روسيا لن تسمح بسقوط لبنان النهائي وهيدا الكلام الروسي اللي عم ينحكي فيه أنه نحنا مش رح نسمح بأنه يكون الشمال اللبناني على الأقل مرتع للإرهابيين وللتنظيمات نظرا لمصالحة بسوريا وهذا شي حتى طبعا يعني بيروت أقرب لطرطوس وحميمين من الشام بتصور يعني بالموضوع الجغرافيا والمدى الحيوي لأ فبتا بس بكل حول أدي الاهتمام الروسي بلبنان وأدي القول لأنه روسيا لن تسمح بسقوط لبنان يمكن أن يترجم بيظل كل ما نشهده بدك تشوف قرار وهذا اللي عم نحكيه كنا قبل الفاصل يعني إذا في رقب روسية ما في قرار داخلي ما في استقبال ما هي اللي عم نقول عن دور دور حسان الدياب بتجميد البلد وقتها قطعتني كنا عم نقول معقول ما يجمع ما جل إنه شو بده قرار أهم أو موضوع أهم وقضية أهم من موضوع ترسيم الحدود والثروات النفطية الموجودة بالبلد إنه لا ما بيجمع لمجلس الوزراء من هو اللي بده يقوله لا يطلع ويفضح الموضوع شو بده أهم من موضوع صحة الناس شو بده أهم من موضوع إنه إنه كل اللي اللي حاصل بالبلد كل التفجيرات المتنقلة من قطاع إلى قطاع إنه ما بيطلع وبيقول حالة طوارئ ساعة بيتحجج إنه مجلس النواة بده يحاسبني بده يحطني بالواجهة ساعة بيتحجج إنه مجلس الدفاع الأعلى أحيانا عم بيجمع الرئيس بدون ما يكون أنا حاضر بس عاك عليك الحال يعني حسان دياب الآتي من خلفية الجامعة الأمريكية اللي كان أول شخص طرح التوجه شرقا وكان مع هذا التوجه شرقا هو التوجه شرقا طبعا بشك مش هو يستقبل السفاة السفير الصيني وهو طرح التوجه شرقا وهو فتح البيب لأشي ولكن ما حدا تحرك بالداخل لأنه ما كان في رضا على الموضوع ما يعني إلى موضوع كمان وزير الخارجي اللي كان بدوا يطلع على سوريا فقاموا عملوا له اللعبة هو شو عامل بالتوجه شرقا هو ما قال التوجه شرقا صار في ضغط بموضوع التوجه شرقا هو من خطاب الأمين العام اللي قال خلينا نتوجه شرقا هل حسان دياب شفته بالمئة يوم اللي حكم فيهم أو الكام شهر اللي حكم فيهم أو هو مستقيل طلع على سوريا أو بارك تطلع على سوريا من وزراء ارسل وزراء مثلا للمفاوضة بس طلع وزراء على سوريا خصوصا كمانا بالمرحلة الأخيرة أو تاني شيء ليش بدوا يحط حسان دياب أهمتا ولاش بقرار حكومة بقرار حكومة بقرار فردة بس كيف يمو طلع وزير الصحة طلع وزير الصحة بعد 12 بالليل لحتى يجيب أكسجين ما طلع وزير شؤون الاجتماعية طلع موفد من من المير طلال أرسل طلع وهو وزير في هذه الحكومة يعني ما فيه أنا بحكي عن حسان دياب حتى كمان الملامة لرئيس الجمهورية أنت كيف أنه أيمتا بكنت حلوا مشكلة التفاوض مع سوريا مش طلعوا الأحزاب آخر مرة على سوريا ونحكى معهم أنه نحن مستعدين لأي شيء نعطي كهرباء نعطي كل أنه مساعدات أدى إمكانيات سيدتي الكهرباء اللي بدأت جاء أو الطائل الميزوت اللي بده يجي من العراق بعد ما وصل على لبنان بدنا نعول على مساعدات سورية بهذا الوضع كان لبنان عم ياخد كهرباء من سوريا طيما وقتها بلشت الأحداث قطعت هذه الكهرباء بس اللي عم قول أنا هيدا بيوصلك اليوم في وضع مثل ما ما سمع العراقية بمساعدة لبنان أو وصولة بمساعدات دياب كان مع التوجه شرقا بمجرد ما استقبل صفير الصين بدنا نسير بما هو رجع رد على الصينيين بعد تفجير المرفق بعد تفجير المرفق بعد تفجير المرفق الدكتور حسن مقلد قال بعد ثمان ساعات من تفجير المرفق المرفق اجا عرض صيني من أهم كبريات الشركات الصينية ما قبلوا يستلموا الرسالة ما قبل لا حسن دياب ولا أي حدا بالحكومة بالدولة يستلم الرسالة وبالتالي يعني حد عنده شك أنه الصينيين بيقدروا بأقل من ستة شهر يرجعوا يرمموا ما سقط يعني اللي عم يطلعوا مدن فيها عندما ذهب الصينيين إلى أفريقيا لمساعدة الأفارقة في إعادة البناء في عدد أو بناتحتية وإلى ما هنا كانت النتيجة بنهاية المطاف أنه وضعت الصين يد على الأصول عندما لم تتمكن هذه الدول الفقيرة من دفع متوجبات عليها الصين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وجهين لعملة واحدة نحن العرض الروسي العرض الصيني إجا على لبنان قبل التفجير المرفع وقت اللي استقبلهم الدكتور حسن دياب وما قبل وما عاد جاوبهم وما عاد فتح المجال لأي تفاوض طيب هيدا إجا قبل إفلاس البلد بهذا الشكل كلي وكانت البلد وبعده لحديت هلأ بيقولوا لك أصول الدولة غنية هيدا الدولة عندها ممتلكات غنية بعدنا ما حكينا عن الدهب اللي مش عم يقدر ويفصحونا مش عم يقبل ويقولوا لنا قداش فيه احتياطي دهب وكان بعد فيه احتياطي وكانوا الصينيين عم يحكوا بـ والبلد موعود بثروة بحرية بعدنا عم نحكي أنه فيه عندك ثروات خلينا نستفيد منها صار لهم بيجازبوا فيها أنه فيه طاقات بالبلد ممكن تقدر ترجع تدفع إذا ما سرقت وما نهبت اللي اللي رح إمكانية اللي رح يطلع فالصينيين موجودين صاروا بكل صاروا موجودين بالعراق وصاروا موجودين بالسعودية وكانوا موجودين بإسرائيل يعني وعلى الطاولة بين الإيرانيين والأمريكيين تماما لا بين الإيرانيين والصينيين صاروا فيه اتفاقات لماذا مش عقلكنا على طاولة الموبحة كمانا بين الإيرانيين والأمريكيين وبالتالي أنه لا مش أنه خايفين نحنا أنه يبعونا يحطوا إيدهم على ممساك أنه أصول الدولة وتحتلنا بس بإخر بإخر المطاف أنه الأرار منه بإيد حسان الدياب كمانا ننصف حسان الدياب في طبقة سياسية كاملة هي تمتلك القرار في توجه غربا أو توجه شرقا ومنه حزب الله وفريقه السياسي بالتالي حسان الدياب مش الوحيد أنه يتحمل أنا مش موافقة على موضوع أنه حزب الله هو يملك قرار الحسن بهذا هو جزء من القرار على تلك منه حزب الله وفريقه السياسي ده حديد هلأ ما كان الملامة عليه بالفترة الماضية أنه أخذ أنه حياد وحتى لحظناها بالخطاب الأخير شو تبخيذ الحياد بالخطاب الأخير لا قادر روح كل وقت هون ولا قادر روح هون يعني معلقينه بيناتهم لأنه فيه استهداف لجره للأغراق وأكتر بالوحلة اللبنانية اللي عم يصير هذي وقتها منحطها براسنا ساعتها منفهم نحنا شو اللي بيقدر عليه حزب الله وشو اللي ما بيقدر عليه وين وليش هالقد يعني فيه إشياء نحن خفية علينا هو بيعرفها وقدرة فيها ولذلك متبطئ بالدخول بكل تقلو ينزل يعني ويمكن قاله هو ببداية أحداث 17 إذا بتتذكر وقت اللي قال ما تطلبوا مننا نحن نحن معكن ونحن مقهورين متلكون ونحن خايفين على البلد متلكون بس مش قادرين ننزل ما تطلبوا مننا ننزل لأنه إذا نزلنا حركتنا تقيلة ما منعود فينا نطلع ومنملي كل الساحات ويعني هذا إذا بنا نتذكر للبداية ولو إنه الواحد إذا موافق ولا مش موافق على طلع من الشارع ولا عدم مش موافقتيون شكريك لا أنا عم بحق عم بعرض عم وصف اللي حاصل فبالتالي هو عنده معطياته لحتى ياخد هيك حذر من الدخول ب كل حال الجميع عنده معطياته لأنه لأنه كمان عنده خوف يعني وأكتر من مرة حذر منه خوف من يعني وبيعرف ومعلومات أنه في ناس بدون يجروا البلد إلى حرب أهلية إلى حرب أهلية بس مجدد هذا هذا الخوف والإنفجار تماما تماما قد يبدأ من الشمال وينتقل تباعا إلى كل لا لا بدأ بشمال شفنا أكتر من مرة بيقولولنا بيقولولنا هايدي بروفا هايدي بروفا كل مرة بيهددونا فيها وشفناها بخندق الغميق وع الرينج وشفناها بيبقى على خلدة في وضع متفجر يعني فيه نفوس محكونة والناس هلا بيقولولك في قلوب في قلوب مليانة مصبوط قلوب مليانة بالوقت اللي مش موضوع قلوب مليانة هي قد ما هي كل واحد عم يجهز حال وعم يتدرب كل السنوات الماضية أنه لأجل هايده سعب قلوب لك أمن ذاتي والناس والناس سيدة سوريا والناس كمانا بشكل غير مباشر هيدا اللي بيقهر مع المقترحات الضائفية مع المقترحات السياسية مع الأمن الذاتي مع الأمن الغذائي هيدا اللي بيقهر أكثر يعني أنه الناس الناس اللي أكثر من مرة يمكن صرخنا أنه ويني الناس طب هايول دول اللي نزدوا بـ 17-20 وكانوا حلوين وكانوا فرحانين وثوار وعطوك صورة بهية للبلد أنه بلد الفرح وهيكو صارنا على صفحات الجرائد العالمية كيف أنه شو هالثورة البهية يعني بس هؤل الناس ما رح يفوتوا بأمن ذاتي وأمن وينجروا بحرب هيدا اللي ناس قبلوا ينزلوا على أبواب المستشفيات وقبلوا ينزلوا على محطات البنزين وقبلوا ينزلوا يتجرجروا وورا رغيف الخبز اللي ساعب يكون كيلو بعدا صار نص كيلو صار 300 جرام صار خمس تلاف صار أربع تلاف صار بتلت لأنه هيدول الناس وجدت نفسها مطعونة بنهاية المطاف هؤل مش رح ينزل يقطعوا الشوارع هؤل اللي ينسحبوا من الشارع وقت اللي كانوا مفتكرين أنه هؤل الناس اللي مرح ينزلوا بأي خلاف داخل على الأرض بين اللبنانيين ولكن مرح ينزلوا مرح ينزلوا ولكن في جماعات الأحزاب يلي جايزة في خطاب طائف في خطاب طائف في طواقف في طواقف التيار المستقبل أو أيضا التيار الوطني الحور في اعتماد لخطاب طائف مشحون لا وفي خطاب طائف حتى العائلات الروحية داخل فيه يعني بهذا بهذا المجال وبالتالي أنه هذا الشحن لكل طرف كل طرف أنه بيشحن الغريزة الطائفية أنا الممثل الأول الطائفة وأنت الأقوى وأنا الثنائي وأنا الممثل الشرعي والوحيد لطايفتي وهيك طواقف ما تخيروها مثل ما أنت قلت بالبداية أنه عندك الخيار بين المقاومة ولقمة العيش ما فيك أو هايدي ثقافة الحياة أنه ما في ثقافة موت عند أي فئة من فئات اللبنانية ما بيصير هيدا هيدا الكلام العنصري والطائفة اللي بيصير بين اللبنانيين ولذلك بدك بدك حدا يعني بدك بدك طائفة أو بدك سياسة لبناني يقدر يضبط إيقاع الجميع اللبنانيين ويقولون تعونا نطلع كلنا سواء بسرب واحد لإنقاذ هذا البلد ما بتقدر إذا بدك تحكي طائفة ومصالح طائفة تحكي بمصالح البلد وإذا ما بتحكي بمصلحة البلد وإذا ما بتحكي بقيامة هذه الدولة وهذا الكيان ما رح ينجى أحد يعني ما فيه جميع انزلق في المستنقع الطائفة يعني عندما يتم الحديث عن حقوق المسيحيين هذا انطلاق بمستنقع الطائفة ولما يتم الحديث عن رئاسة التالتة وحقوق رئاسة التالتة والمس بهذه الحقوق هذا كمان انزلاق طائفة والطرفين يريدان هذا الانزلاق أو يتم لطيان خلف طيما هيدا أزمة النظام اللي حكينا عنها واللي عم نحكي ونبحث أصواتنا ونحن نحكي فيها في أزمة نظام بهذا البلد مش بس الرئاس الثالثة والرئاس الثانية والرئاس الأولى يعني دايما بتصير يا غيرة الدين ولكن المحافظ بتصير يا غيرة الدين الرئيس بلدية بيصير يا غيرة الدين الشرطة بيصير يا غيرة الدين لا أنه مهنة كل وقته بيعملوا بيطرحوا المشكل وبيخدوك إلى أماكن أخرى بترجع طائفية حقوق المسيحيين حقوق المسيحيين يعني مش موضوع حقوق المسيحيين وهذا الطرح ما طرحه الرئيس عنه اليوم يعني حكا فيه هو ما صار من قبل 2005 وبدأ شوية شوية يتطور لاستعادة الوجود المسيحي بكنف هذه الدولة وبعد 2003 ولذلك بال2005 تغيرت اللغة وصار الكلام عن الوجود المشرقي عن المسيح المشرقي لما بعد 2003 شفنا شو صار بمسيحية العراق وال2011 وصار بمسيحية سوريا يعني كل هذا الموضوع أنه كان فيه تفاهم تفاهم مرمخاين يعني بتأيديه للتجارة الوطن الحر أنه اليوم فيه محاولة استهداف استهداف للرئيس عون للرئيس عون شخصيا يعني هذه الشيطن اللي حاولوا يعملوها فيها أو حتى مثل ما بيسموه الاغتيال المعنى ولرئيس تيار الوطني الحر أنا ما بأيد اللغة اللي كتير طائفية لأي طرف من الأطراف يعني لا بأيد طائفية الثناء الشيعي فبالتالي ما بقدر أيد أنه التيار الوطني حر يعني نحنا ما ننسى أنه بال2005 وقت اللي إجا الرئيس عون بخطابه الشهير بساحة الشهداء أنه إذا شفتوني إذا شفتوني إنبذوني إذا شفتوني عم بحكي كلام طائفة فبالتالي أنا ما فيني أقول أنه فقط يطالب بحقوق المسيحيين هو صحيح كان داخل بمشروع مشرقي مشرقي المسيحية ورجع حكى فيها هلأ عم بيحكي فيها هلأ وقت اللي طلعنا لعنده بموضوع السوق المسيحي وهي قال أنا عم أسس للمستقبل فيها لأنه خلص شايف شايف أنه ما في خلاص للبنان إلا بهيدا بهيدا المحيط العربي أنه يكون جزء من هيدا السوريا الطبيعية السوريا الطبيعية ما بيقدر ينفصل أنه مدال حيوي يعني هذا كمان في جمهور واسعة ما بقى سوريا الطبيعية المشرق مشرق مش سوريا الطبيعية يعني المشرق اللي هي سوريا لأردن فلسطين العراق أنت سوق أكونيك أنت تبادل هو كان عم يحكي عن الاغتراب وبيقلك أنه أنا ما بدي هجرهم هالأدبعيد بدي عمل تبادل بينه وبين العراق تبادل بينه وبين سوريا قبل الحرب على سوريا كانت البنوك اللبنانية هي مستلمة الموضوع المصرفي بسوريا كان سوريا والعراق هن تاني أكتر ممول للبنوك اللبنانية أو للودائع سيدي سوريا أنا وقت خلص بس كمانا طالما سألتك هل تؤيدين التيار الوطن الحر بالحديث عن الحقوق المسيحية كمانا بتؤيد تيار المستقبل عندما يقول أنه هناك في استهداف لموقع الرئاسي التالتي أنا أنا اللي عم أقوله لا مش صحيح هذا الكلام لا مش صحيح في مجلس أعلى التي يجتمعوا بيأخذ قرارات بغيب رئيس الحكومة هو مستقيل هو مستقيل ونحن عم نطالبه يكون موجود يكون موجود بالقرارات يتخذ القرارات الشجاعة والإنقاذية للبلد ما بيقدر يضل مستقيل بها الطريقة هاي وبيزعل وبيحرد بيقول أنه ما أجل عند الوزير ما بعرف أي وزير سيتم تفعيل هذه الحكومة عم بيشارك أكتر باجتماعات عم يمضي مرسيم استثنائية يبدو صار في حديث مع الرئيس حسان الجاب وهو أكثر قابلية للتصرف مضطر مضطر يعني حتى رئيس الجمهورية ما بيقدر بموضوع التفاعل مع العروضات اللي عم تجي من الشرق ما بيقدر يضل إلنا أنا بحكي غربي بدو كمان ما حدا عم يقول أعطوك أساساً هن يمكن مش بيوارد لا الصيني ولا الروسي بيوارد إنه يشير لبنان صلة وصل بين الغرب والشرق هذا صلة وصل لا وبعدين لا مثل ما قلنا اهتمام الصيني والروسي بموضوع البحر المتوصل وبموضوع ما في اهتمام فرنسي كمان بهذا الموضوع طب يلا يجوا حدا ما نعلم بعدنا لحديث هلأ عملناها مقدسة للمبادرة الفرنسية واستقبلنا شعبية جميع مهتم بلبنان سواء الشرق أو الغرب وبالتالي لبنان قدروا أنه يكون منطقة الشرق والغرب على أرض واحدة تماما نقبل بهذا الموضوع فبالتالي ما نقفل بواب الشرق مش رح يجي يحتلنا الشرق مش رح يجي يسرق لنا ثرواتنا الشرق ما عنده تطلعات من أجل الإسرائيل يعني نقرأ نقرأ اللي عم يكتبوه ويقولوه الإسرائيليين واللي عم يقولوه الأمريكان هني نفسهم ما في مساعدات للبنان لن نساعد لبنان مش رح نسمح مش نحنا ما بدنا نساعد لبنان مش رح يصير مساعدات دولية للبنان يعني الدول اللي هني بيسيطروا عليها ما رح يسمحولها تساعد لبنان بس في نوع بس في نوع من التناقض بهذا الموضوع أنا وقت خلص بس بعدنا عم بربح دقائق في نوع من التناقض بهذا الموضوع أمريكا لا تريد أن تسمح بنفس الوقت منشوف على سبيل المثال بعض القروض بدأت تسلق طريقة إلى لبنان بعض الأموال تسلق طريقة رئيس بره حكي عن 900 مليون دولار قد تعتمد للبطاقة التمويلية وجاي من بره يعني فيه حركة معينة عم بتصير إن شاء الله تكون جاي من بره بس هي كمان كل هالحركة بتصير على وقع أو خطبات والتهديدات بموضوع الشرق والتوجه شرقا والعروض اللي بتجي من الشرق ومن إيران والمساعدات اللي بتجي أو بتحت وقع أنه بدنا نعمل جولة مفاوضات نرجع نحية جولة المفاوضات على الحدود البحرية وبالتالي ما في تناقض بالموضوع هن بفضله وهيدا اللي قلتلك يا بدا حكا كلامه هل أنه على وشك الانهيار التام أنه عطونا بس بعد شوية وقت بممارسة وشوف المديح اللي عمله لسياسات حاكم المصرف فبالتالي وما قبل أي إيداني لقلو رغم كل اللي اللي صاير بالبلد والتدمير اللي صاير بالبلد فبالتالي يعني هو عم يقلك أنه لا بده أنه عطونا مهلي قصيرة هيدا عملية الخنق اللي عملت لجورج فلويد واللي عم بتصير بلبنان أنه دقايق سويني فترة قصيرة وبيختنقوا وبيموتوا وهيدا اللي بتصور اللي عم يخلي أطراف بلبنان يضلوا ماسكين الغيز والقيز والهاكي ويتحملوا كل مش لأنه مش مهتمين بشأن الحكومة مش لأنه مستسلمين لخيار الأوحد والوحيد لسعد الحرير ومش لأنه هالآت بدون يدلعوا لسعد الحرير ولكن ما بدون الفوضى المحتملة أنه انتشار الفوضى أكثر والتدحرج نحو حرب أكثر لأنه شوف هلأ أنت لا عاد فيك تمشي بالطريق بأمان هالتعتيم يعني بالله اللي بتمشي بمدينة مثل بيروت اللي كانت أنه على صفحات الأولى للجرائد بموضوع بمدينة الحياة صارت العتمة والوسق يعني شوف اللي صار أنه شو هاللبنانية هول اللي بيطلع أنه حدا مثل جهاد العرب بمجرد عيطوله على بناته أو أهنول وبناته ومفتكرين أنه اللي بالسيارة فخلاص بده يترك الزبالي بالبلد وأنذر للحكومة دبر حالك بموضوع الزبال أنا وقت خلص مش هايدي السياسات اللي وصلت لهون أنا وقت خلص شكرا لقليك سوريا عاصية الصحفية والكاتب السياسي وبزيد علي أكتر المدافعات عن التوجه شرقا لا توجه نحو إنقاذ البلد يلي هي يعني نحنا مش رافضين موضوع الغرب بس يجينا يجينا بحلول إنقاذية مش يطبق الحيصار يخنقنا بهالطريقة شكرا لقليك ثوريا عاصية شكرا للمتابعة وطبعا إلى اللقاء شكرا للمتابعة